اعانة المحتاجين واغاثة المتضررين نهج ليس وليد اللحظة للمملكة فمبادئ الانسانية متأصلة لدى قياداتها على مر العصور مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية والذي يعد نبراسا في درب العمل الخيري اذ ساهم منذ انشائه في اغاثة المنكوبين وخفض جناح المساعدات للمتعففين في شتى البقاء وبينما فيروس كورونا مستمر في السيطرة على اراط عدة متجاوزا كافة الحواجز دون تريث او توقف قدمت المملكة دعما سخيا بعشرة ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية في اطار استجابة عاجلة من قبل المنظمة لتكاتف المجتمع الدولي لمكافحة الوباء وتحجيم انتشاره المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للاغاثة سارعت الى بسط يد الرحمة والعون لدول الجوار وكما يقال الصديق وقت الضيق اذ وقع المركز ستة عقود مع عدد من الشركات المتخصصة لاجل توفير الاحتياجات الضرورية من الاجهزة والمستلزمات الطبية لمكافحة الفايروس الجديد في اليمن وفلسطين فضلا عن تقديم المعونات الطبية للدول المتضررة في العالم قاطبة فصراع المملكة مع كورونا ليس في الداخل فحسب بل امتدت سهامه الى الخارج ما دأبت عليه المملكة من خلال مركز الملك سلمان يجسد دورها الانساني النبيل فهي تسعى على الدوام الى تحويل الظروف المؤلمة الى واقع سعيد واكثر استقرارا سلطان عجيان الاخبارية